السلام عليكم الحبيبات ديولي اخواتي الحدقة تكيرا كودايري اليوم ان شاء الله جبت لكم زلبيا مندك شرفع كجي هائلة كجي لديدة كتدف الفم وشكل ديالها كيجي بحلقة البلوز يعني في اولى الهريسة كجيش حاجة اللي تطب فغير مو كتستحق تجريبة نتمنتنا الاعجاب ديالكم ويعجبكم هاد الفيديو تدعموه بلايك ديالكم ودركي غادي نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير وفرجة ممتعة بالنسبة للمقادير اخواتي غادي نحتاجوا هنا عبرتلكم بالكاس تعلمة اكيد كل ضرر فيها كاس تعلمة غادي نحتاجوا فيها زوج كيسان ديال سميد سميدة متوسطة يعني اللي كنصوبو بيها الحرشاب و كنصوبو بيها المقروض هاديك هي انا عبرت كل كاس كاي عبر ميتين جرام يعني عندي 400 جرام ديال سميدة متوسطة وعندي 150 جرام ديال الفارينة او الدقيق الابيض 150 جرام تهو كاس عامر متاع دقيق تعفقنا غادي نحتاجوا جوج معا القنتاع الزبدة مدابة وان شاء الله نكتب لكم مقادير مضبوطة في صندوق الوصف جوج معا القنتاع الزيت حبا بيض انا استعملت هنا زوج معا القتاع السكر اللي بغى يخلي غلح لونتاع العسل تقدرو تستغنوا عليه عندي معلقة صغيرة ديال خميرة الخبز زوج فانيات ساشي ديال الخميرة ديال الحلوة 7 جرام هنا عبرت لكم كاس ديال الماء نهوت ما نادي زوجناَ خالط domains لاُ Leyم gigante ماء الزهر و ندرز الأقصير لم أكن لديك ماء الزهر انا مكان موجوداً بالديم sehe بها ندرز الأقصير و ندرزها بها شق cresc ضادز الأقصير سوف تخلطوا ما بين ماء الزهر العادي و الماء سوف نأخذ واحد الإناء نضيفه النواشف قدرت فيه السميد هو اللون نضفت عليها الفارينة نضيف معلقة السكر نضيف ساشيات الفانيليا كما راكوا تشوفوا كيف النواشف نبدأ بهم وخمارة الحلوة لا ننسوش رشيشة الملح وكمعلقة صغيرة خميرة الخبز نخلطوا هذا النواشف مع بعدياتهم نضيف زبدة و الزيت قيز وجمع القيز وجمع القيز وجمع القيز ونبسو نضيفو نخدمو يدينى وندخلو هذه الزبدة و الزيت مزيان في هذه النواشف حتى يقعك نحسو بهم تشربوها بها الطريقة نضيفو احبا ضيت ونبدو نجمعو العجينة بهذا كل ما اللي مخلط مع الزهر هاكا نبدو نجمعو العجينة تدريجيا شوية بشوية حتى نحصلوا العجينة اللي تكون طرية ونقدروا نشكلوها كيف ما بغينا وانا هنا لبنات عبرتلكم باش ان شاء الله تطحوا فيها نيشة نبديها كغاي بلاتي بلاتي ما نخويش المخطرة واحدة وهنا هاد القياس انا اخدالي كاس الا ربع يعني هاد الكاس الطويل اللي عبرنا به المقادر الاخرى ما خويتوش كامل اخدالي كاس قل اربع صافي كما راكو تشوفو ندركي غادي نبدي ونشكلو هاد الزلابية ديانا دائما كان عاونو بشوية انتع السميد باش ما كتلسقناش وكنشكلو هاكا صبيعات الحجم انتو ما تحكمو فيه محضرة فيها الخميرة ديال الخبز يعني غادي يضعف الحجم ديالها انا هنا غادي نديرها شوية كبيرة ومبعد غادي ندير شوية صغيرة وفي الاخر نوريكم هاكي كبيراجات هاكي الصغيراجات وانتو ما لكم واسع النظر صافي هنا كنبدي نشكل زلابية كندير هاكا صبيعات نفندهم في السميد وكندير فيهم غاية بالسبع ديالي كندير فيهم واحد ثلاثة ديال الحفيرات بهذا الطريق طريقة سهلة هاد الزلابية البنات معروفين بها التوانسة تونسيين انا خديتها موحد القاناة التونسية وعجبتني بزاف اول مرة درتها عجبت العائلة ديالي حماق وعليها البنات وكننصحكم بيها غادي نكمل نشكل غاحا كازلابية بهذا الطريقة كما قلت لكم الحجم كيف قاليكم وتمتم كطيبوها مشي تخليوها تشكلوها ومبعد تخليوها عاد طيبوها لا غايتعجنوها تشكلوها طيبوها محضرا فيها الخميرة ما نخليوهاش تخمر اتنسيون كاناخدو صافي ميلي شكلتها كاناخدو ميقلة تنديرو فيها الزيت مشي ضروري انها الزيت يكون غازير بزاف هنا عمدي العسل وجدتو في واحد الكاثرونة اللي غادي نعسل فيها العسل مصوباتو منزليا كنت دجا شاركتو في القناة جيالي غادي نحط لكم الرابط في صندوق الوصف ودرت واحد الصفايا فينا غادي تقطر هاد الحلوة هادي ادركي غادي نمشيو باش نقليو هاد الزلابية ديالنا يلا هو كنت نديرو الزيت تتخن يعني كتشعلو على الزيت ضروري تكون سخونة ولكن مكتقليو الحلوة كتديرو نار متوسطة متجهدو لها بزاف باش تطبينا مزيان سافي كنحطو الزلابية ديالنا بهالطريقة كتخليوها كتعونوها بواحد المعين لقاها كتديرو لها ملفوق الزيت كتخليوها تكتشوفوها حمار تعدارت هادا كل لون الدهبي من الاسفل كتقلبوها عود تاني كتحمر من الجهات تانية كتاخدنا هادا كلويا كيباشتو الحجم ديالها كيتضاعف سافي من اللي كتحمر مزيان كتاخد هادا كل لون اللي بغينا كناخدو الصفاية كنقطروها من هاداك الزيت وكنزلوها ديالكتومو في العسل العسلة اللي بنات يكون بارد ما يكونش سخون بحيتي يا ديجرها كتجي طريه بزاف كتجيه شيشة ما يلادرنا لها عود تاني العسل سخون تقدر تفتتلكو هاكا العسلة يكون بارد كنعسلوها مزيان و كنعسلوها سافي كنحيدوها نضيرها ديجر اكتومو في الصفاية باش هاداك العسل اللي كيكون باقي كينزل تحت سافيو كتقدموها انا زيينتها بشويا تعجوز الهند او الكوك هذي اللي منك المشتوع اللي من هذي الكبيرة اللي بديت بها اما الخرين فصغرت الحجم ديالهم باش نوريكم كيفاش كي يجيو انتو ما لكم الاختيار بغيتو سكبرو تصغروا ولكن فريمو النتيجة كتجي هائلة كتحصلوا على واحد زلبية اللي كي ما اقول لكم كتجي تقريبا في الماكلة جيها بحل بحل قلب اللوز بحل هريسة و ان شاء الله ما تستغنوش عليها غاضي نشوفوا كيفاش معي غاضي نكسلكم كيفاش كتجي يعني ما كتجي لي بسلاوال و كتجي معس للدخل كتجي هائلة شوفوا كيفاش نتمنتنا لإعجاب ديالكم حبيباتي وتبرتجيوها مع العزيز عليكم إذا أعجبتكم ما تبخلوش عليها بلي لايك ديالكم كذلك تعليقاتكم الرائعة اللي كنفرح بها بزاف كذلك اللي الجديدة في القناة كنرحب بها نقولها ما تنسيش تفعلي الجرس باش توصلي بجديد الوصفات نقول لكم حبيباتي تابعوني على الفيسبوك والانستجرام نفس اسم القناة وإلى اللقاء شاعدين